في أواهر القرن الثامن عشر كانت نصف مصابيح شوارع العاصمة الفرنسية باريس تضاء ليلا عندما يكون القمر ممتلئا وكان ذلك بهدف الادخار لا بهدف الحفاظ على البيئة ولطالما اعتبرت هذه الأضواء مصدرا للإزعاج ليس إلا أما اليوم فقد باتت المسألة مثيرة للقلق فما إن يسدل الليل ستاره حتى تبتلع هالة من الهالوجان المدن الشوارع والأبنية جميعها مضاءة ما يمحو أثر النجوم وقد تبلورة الظاهرة في السنوات العشرين المنصرمة فمعظم أقطع بالأرض باتت اليوم مرئية من الفضاء والتلوث الضوئي يطرح مشاكل عدة إذ أن الأضواء تجتذب ملايين الحشرات ما يمنعها من تأمين مصدر طعام للطيور الأمر الذي يؤدي إلى خلل في السلسلات الغذائية أضف أن الأضواء تربك الطيور المهاجرة التي تعتمد على النجوم للسفر الأضواء الاصطناعية قد تعطل أيضا دورة حياة الأشجار فتلك التي تعيش تحت الأضواء خلال فترة الليل تتأخر عملية تساقط أوراقها والأضرار لا تستثني الإنسان فهو سيعاني من اضطرابات في النوم ومشاكل في التركيز حتى أن بعض الدراسات تربط التعرض الطويل للأضواء الاصطناعية القوية بمرض السرطان ولا بد من الإشارة إلى أن تسليط الضوء باتجاه السماء أو واجهات المباني بدلا من تسليطه باتجاه الأرض يشكل هدرا كبيرا للطاقة ترجمة نانسي قنقر